بسم الله الرحمن الرحيم هنستكمل النهاردة بعض المسائل اللي ممكن تقابلك في شغلك فمثلا الجريديانت سيريز بهذا الشكل ايجزامبل انا طالب منك مديك الكاش فلوك دايجرام بهذا الشكل وطالب منك انك انت تجيب البرازنت عند السنة زيرو نحن سميناه P1 ففي الحالة ديت لو اعتبرت لفوق بوزيتف ولتحت نيجاتيف ما عاوز تجيب الكلام ده هنا هو P1 بتساوي ايش بحيث ان نت بريزنت فاليو ساوي زيرو كأن ال P1 مفروض بساوي الكلام اللي النحاء التاني يبقى انا عندي نهوت فيه الف بيوم سيريز هنا هوت اخب بالك خلي بالك الانوال هنا عند السنة التانية ما ينفعش ييجي عند الزيرو مباشرة وفي زيادة عبارة عن الف بهذا الشكل يبقى فيه فاكتر اللي هو اللي هو عبارة عن الف ده هيتضرب في توفاكتر عشان ييجي هنا زائد الجريدينت نفس الحكاية فممكن تتاخذ مشترك عندي يبقى الامبال التاني متديك نفس المشكلة متديك هنا X X X X X X و B2 وقالك هات قيمة B2 اللي تخلي الرقم اللي هنا يساوي مجموع الاكسات اللي عندي بهذا الشكل او تخلي نت بريزنت باليو يساوي minus 2000 كأن المينوس 2000 اللي عندك مفروضة هتساوي الهيسة دي كلها يعني المينوس 2000 هتساوي البرزنت زائد الاكسات اللي عندي بهذا الشكل تعالوا مع بعض نشوف نحيل المسألة دي ازاي يبقى ان النهاردة انا لو بصيت لي المسألة الاولانية عشان اجيب معدل الزيادة اللي هو 1000 ثم 2000 ثم 3 يبقى معنى كده ان الزيادة اللي عندي عبارة عن 1000 سنويا اللي هي الgradient ولو اعتبرت الجزء اللي فوق ده positive وتحت negative وعاوز اجيب واحد اللي تخلي net present value ساوي صفر هقول والله الصفر بيساوي لو اعتبرت الرقم اللي في الاتجاه دهوت اللي ماشي كده positive يبقى رقم دي طالع لفوق يبقى positive يبقى positive بي واحد مش هتضرب في حاجة لانك انت عندي السنة 0 هبدأ ابص على الالف اللي عندي الاتجاه بتاح التحت يبقى negative ولا positive انا في هذا الاتجاه قلت negative يبقى عندي negative اللي هو يعتبر كأنه رقم annual كم سنة ده 1 2 3 4 بس تخلي بالك مهندس انا هجيبه present وهو annual في الحالة دي give present هنا يا دكتور give present هنا مجاش هنا يبقى محتاج بعد ما ضربه في present to find annual و4 سنين والgradient نفس الحكاية اجيبها هنا هو اصبح الهيسة دي كلها هنا هبارة عن موجودة هنا عند السنة الاول انا عاوز اجيبها عند السنة 0 تروح من الضربة في الفاكتور to find be given if وسنة اجيب قيمة الفاكتور ديت من التابلز هيبقى كل نون مع عدد البي النون اقدر اجيب البي مفروض والله البي بتاعتي تساوي 6861.88 علشان يبقى التدفق النقدي البوزيتيف يساوي التدفق النقدي النقدي المسألة التانية اللي بعدك ده هو انا عاوز قيمة اكس اللي عندي يبقى النهاردة فيش فيها مشكلة دي اعتقد لان قالك الهيسة دي تكافئ negative 200 يبقى negative 200 انت اعتبرت negative النحية دي يبقى دي positive يبقى البي اتنين ديت يعتبر النحية دي يبقى positive يبقى 10,000 اللي عندي اللي الالفين بساوي العشر تلاف اللي هو قيمة البي اتنين هو مدهالي ولكن انا عاوز اجيب قيمة الـ x يبقى x عشان اجيبها في الـ present هي دفعات متساوية اضربه في الفاكتور to find be given a اقدر اجيب دي من التابل كله معروف معده x اقدر اجيب قيمة x اللي عندي اللي هي تمثل الدفعة السنوية المنتظمة اللي علشان net present value يطلع بالنغative اللي عندي solution example net present value بسوي الكلام ده اقدر اقول والله الـ x زي ما قلنا المرة اللي فاتت تطلع قيمة الـ x اللي عندي معروف يبقى example اخر الـ b1 عاوزين قيمة الـ b1 انهوت اذا علم ان present value بساوي 2000 عند السنة zero الحيث دي كلها بساوي 2000 وكان الكاش في الوضي جرام بهذا الشكل يبقى لو خدت ده كده انوال مش عارف اجيبه اللي هنا وبقى ناخد الـ gradient الف الف ثلاثة انثو ان في الحالة يبقى الـ gradient اللي عندي معدل زيادة عبارة عن 1000 هقف هنا هو اجيبهم يبقى لما اقف هنا واجيبهم هجيب الـ 1000 اضربه في factor to find b given a وحسب سعر الفايدة وحسب 1 2 3 4 دفعات عندي وبعدين ده الـ 1000 اللي عندي زائد الـ gradient اللي هو الـ 1000 اضربه في factor to find ارجع عشوتها مرة اخرى اضربها في factor h من يقول to find b given f وحسب سعر الفايدة و3 سنوات ما تنساش عندك الـ b1 بتسوي الهيصة دي كلها ال b1 بتسوي الهيصة دي كلها او هو قال لك اسف هو قال لك ان الكلام ده بيسوي 2000 يبقى عندك 2000 positive يسوي b1 عندك كأن positive يبقى b1 minus اللي هيصة دي كلها اللي هو في الفاكتورز اللي عندك بهذا الشكل تعال نشوف الحل بالتفصيل اللي عندي يبقى الـ 2000 بيسوي بواحد ناقص الـ 1000 اللي عندي جبتها annual وال bg جبتها present وهي gradient لكن ده كله لازم يضرب في factor to find b given f لانك في الحالة دي جبته هنا عاوز تجيبه فيك المسال رقم 4 نفس الحكاية باختبر بقى انت فهمت الموضوع ولا لا عاوز قيمة b2 اللي تخلي present value بتاعك بساوي 2000 يبقى 2000 بتاعها هيساوي هتعامل مع 2000 بتاعك بساوي الرقم ده positive يبقى b2 يبقى 2000 اللي عندي هتساوي b2 ها خده positive ناقص to find b given a وحسب سعر الفايدة الى 10% وبعدين 1 2 3 4 5 سنوات يبقى ده كله اصبح رقم 2 عند السنة التانية هتضربه في الفاكتور to find b given f حسب سعر الفايدة 10% وسنتين يطلع الفاكتور ده من تيبل كله معروف مع عداء b2 ها قدر اجيب قيمة b2 اللي عندي بهذا الشكل المكتوب زي ما انا كاتب عندكم ها يبقى كتر الف خير ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته